ترجمة نانسي قنقر الانجازات والقرارات التي تم تنفيذها خدمة للميدان التعليمي موضحا أن العام الدراسي الجديد سيشهد تفعيل الجدولة الزمنية الجديدة لدوام الطلبة لافتا أيضا إلى أن العام الدراسي سيشهد تنفيذ عدة برامج تعليمية تهدف إلى تحسين أداء الطلبة ورفع تمكنهم من المهارات المعرفية المختلفة وركز سعدة الوزير على الاهتمام الذي تليه الوزارة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر التوسع في عدد الفصول وتجهيزاتها وفي توفير المواصلات الخاصة بهم وفي عرضها التقديمي أشارت الأستاذ نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء إلى مجموعة من البيانات المتعلقة بالمدارس الحكومية والخاصة حيث بيّنت أن عدد الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية يبلغ نحو 155 ألف طالب وطالبة في 209 مدارس حكومية من جهتها تطرقت الدكتورة ديانة عبد الكريم الجهرمي الأمين العام للتعليم العالي إلى المستجدات التي ستشهدها الجامعات الحكومية والخاصة هذا العام وزارة التربية والتعليم اتخذت الكثير من الإجراءات المتعلقة بضمان استعداد جميع المؤسسات التعليمية لاستقبال العام الدراسي فهناك طبعا استعدادات في الجانب الخدمي واللوجستي من حيث طبعا إجراء كل عمليات الصيانة المطلوبة لإعداد المدارس لاستقبال الطلبة طبعا هناك عمليات متصلة بالجانب الأكاديمي مثل توفير المناهج الدراسية والكتب وما إلى ذلك وأيضا إعداد الطاقم التعليمي أعدادا مناسبا من خلال طبعا عمليات التدريب التي يشهدها بداية العام الدراسي وأيضا استقطاب الكفاءات التعليمية من خلال مخرجات كلية البحرين للمعلمين وأيضا التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية في هذا الجانب أيضا من ضمن عمليات الاستعداد لاستقبال العام الدراسي هو الجزء متعلق بالجانب الإنشائي طبعا هناك عمليات تأهيل لعدد من المدارس التاريخية في محافظة المحرق طبعا مؤخرا تم إعادة افتتاح مدرسة مريم من تعمران وهي واحدة من أقدم المدارس التاريخية في البحرين وأسست عام 1948 وتم المحافظة على الطراز المعماري لهذه المدرسة هناك أيضا مدارس أخرى دخلت ضمن عملية صيانة خاصة بالمدارس التاريخية بالتنسيق مع وزارة الأشغال وهيئة الثقافة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي أولا طبعا تم إصدار قرارات متعلقة بلائحة تنظيم عمل مجلس التعليم العالي ولائحة أخرى متصلة بالتحقيق في المخالفات هاتين اللائحتين سيكون لهم منعكاس كبير جدا على قدرة مجلس التعليم العالي في تنظيم قطاع التعليم العالي ووضع السياسات المناسبة لكن في نفس الوقت سوف يمنح المرون اللازمة في استحداث والترخيص للبرامج والمؤسسات الأكاديمية المتوافقة ومتطلبات سوق العمل فاليوم هناك عمل يجري بالتنسيق مع مختلف الجهات لاستقطاب أفضل البرامج وأفضل الجامعات التي تتخذ من ملكة البحرين مقرا لها